إذن منتبعين كرام في هذا الخبر العاجل والمهم وبالرغم من رفض نظام حضرات الجزائر ومنعه من نقل المباراة إلى المنتخب المغربي النسوي لأقام 17 سنة ومنتخب حضرات الجزائر إلى أنه توصلنا في هذه اللحظة منتبعين كرام والمباراة انتهت قبل اللحظات قليلة فقط بنتيجة ساحقة أربعة أهداف لصفر مثل النتيجة التي كانت في المغرب نفسها هي النتيجة التي كانت في حضرات الجزائر أربعة أهداف لصفر المنتبعين الكرام مباراة إلى الناتجاب في الجزائر وانتصار المنتخب المغربي الذي أقام 17 سنة قدد أن منتخب حضرات الجزائر راقونا لكم يا مساQué الوالدين وخد دير المنع دي النقل للمباراة وخد حاولو الدار والتعتيم غدا توصلنا евغاية توصلنا النتيجة والفضيحة غدا توصل غدا توصل إذن منتبعنا الكرام أن تنتج المباراة والدهاب والإياب تماني أهداف لسفر لصالح المنتخب المغربي النسوي لأقام 17 سنة ونقول مبروك للمنتخب الوطني المغربي التأهل إلى كأس العالم للمنتخبات النسوية وإقصاء منتخب حضارة الجزائر بل لنقول إدلال منتخب حضارة الجزائر 40 ظروف المغرب و40 ظروف حضارة الجزائر لو كنتوا انسحبتوا يا مساخة الوالدين درتوا شس بادي المؤامرة والأياد الخارجية وتعدي على السيدة ومعرفتنوا لو كنتوا انسحبتوا لكن في المغرب غلبناكم 3 صفر وفي الجزائر 3 صفر هي 6 صفر حسن من 8 صفر ربعة هنا واربعة لها يعني تعديتوا على ريوسكم يا مساخة ولا ولا قواتها باللزم كاريتا 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 وزعمال يومها قدروا للمانع ديال النقل زعمالها باش ما يوصلناش لما توصلناش للمعلومة وما نعرفوش النتيجة وما إلى ذلك خايفين من الفضيحة وخايفين من الشوها خايفين من نفس الشوها اللي وقعت في المغرب كانوا خايفين منها وقعت هي هي في حاضرات الجزائر أربعة لزيرو في المغرب أربعة لزيرو في الجزائر وبالمناسبة أنا ما أظن أن هذه القضية عدم النقل ديال المباراة فيها مخالفة لدفسرات تحملات ديال الفيفا فيما يتعلق بالتصفياز ديال كأس العالم للمنتخبات النسوية وبالتالي على الفيفا تدخل في هذه المسألة وتعطيهم مخالفة ولا تعطيهم شيء عقوبة لأنه ما يمكنش على أن مباراة فيها تصفيز ديال كأس العالم للمنتخبات النسوية وما يتمش النقل دياله في الإداءة ولا في التلفزة تحت أي مسمى وإلا لما تحتضلون هذه المنافسات ولما تنفسون أصلا في كأس العالم ولا في كأس إفريقيا ولا في الفيفا ولا في الكاف طالما لأننا عندكم هذه العقدة ومراض ومدخلتوا السياسة في الرياضة نسحبوا من الفيفا ونسحبوا من الكاف ستنوني ورسكم ستنوني ونسحنا والله بلس مسألة تاكلوا الطريح والترفيق في كل مرة مرة عندنا مرة عندكم ستاكلوا الطريحة هنا ستاكلوا طريحة له في حالة وقام عنا هذا سبركان ثلاثة الزيرو ليه ثلاثة الزيرو هنا بغيتول لكرهته غير هو المنتخب النسوي أقم 17 سنة لعاب المباراة أعطيكم طريحة هنا في المغرب وأخذتوا الطريحة لكم في حضيرات الجزائر ديما ستبقى في الخسارة ديما ستبقى في الخسارة وديما ستبقى في ذلك النباح والعاول والصلاح والأياد الخارجية والمؤامرة والقجع 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 ما الذي يفعله فيه لكي تحاولوا تقلدوا المغرب فعلا في المجال للقرات القدم ودروا بنية تحتية حناس وتأهلوا الفرق ديالكم ودربوهم وتبحتوا على المواهب وتبحتوا على الشباب الذين عندهم المؤهلات لكي تضموا للمنتخبات سواء المنتخبات زي الأقل من 17 أو الأقل من 20 أو الأولمبي أو الأول ما الذي أقلال من 20 أو الأولمبي إذا طريقته السجر والحبات المباريب بالعمل NE لا تشاركوش وما إلي ذلك مصيبة والله إلا مصيبة تحاول تناقش المساخين الوالدين بجدية لا تجدها كيفية تصرفات وقرارات غباء تهريج لا يتقبله العقل تجيب الناس أطفال صغار ولا تجدوا التصرفات تجد العقل مكبر لا يقول لكم على هذا النظام حضارة الجزائر لكن مزيان أنكم في كل مرة كتبتو لنا العقدة التي لديكم في المغرب ومزيان كتبتو لنا بأن حتى هذه النتيجة اليوم من المنتخب النسوي ستتألمكم وسوف توجعكم وسوف يتضركم لأنكم رفضتم أن تنقلوا المباراة لو قلتم أن تنقلوا المباراة للناس ستذهب عادي ستذهب عادي لأن المنتخب المغرب يتأهل لو كنتم لم تستطعوا المشكلة للخريطة سوف تتوقع لكم لا يوجد منتخبات اللعب والتي تأهل السلام عليكم لكن بما أنكم تدخلوا القديم الخريطة والسيادة والمخننة والمغرب والأيادة الخارجية والمرض والهوس الذي لديكم من المغرب لأنهم لم تردوا النتيجة لأنهم لم تردوا النتيجة العمطاريات في المواقع وعلى أرض الواقع تأكلوا في الطريحات تأكلوا في الترفيق والبعض من الترفيقات في المغرب والبعض من الترفيقات في حضرات الجزائر في عقلي دياريكم وبالمناسبة على المنتخب المغرب لا يوجد الاستقبال وكما قلت في الفيديو السابق لا يوجد مشكلة لأنكم تبينوا العقدة والمرض والحقد الذي لديكم أما هذه الاستقبالات التي نقوم بها في المغرب لا يوجد حباً فيكم أنه لا يوجد كأس العالم واذا تعرفون ما هي كأس العالم؟ كل بلدان في العالم تحلم على أن تصادف كأس العالم وبالتالي نقوم نقوم بها كل ما هو أفضل أما هذه القضية كأس إفريقيا والشان 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 عباد الله بطولة صغيرة من الأفريق من الافتتاح إلى الحباسة إلى مجموعة من الأمور لكي لا نخرج على الموضوع مجدداً مغين هني المنتخب المغربي النسوي لأقام 17 سنة على هذا النصر الساحق أربعة أهداف لسفر في عقر ديار حضيرة الجزائر في مباراة الإياب وبالتالي تأهل المنتخب الوطني المغربي النسوي لأقام 17 سنة إلى كأس العالم بنتيجة ثماني أهداف لسفر في المباراة للذهاب والمباراة للإياب وبصحتكم هذه الترفيقات الجديدة وما زال ستكون هناك ترفيقات أخرى في قادم الأيام متابعنا الكرام أراكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة